السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهاردة معاين معلومة جديدة ومفيدة وهي عن التفريغ الصوتي الفيديو أو الأوديو يعني تحول الصوت الموجود في الأوديو أو الفيديو إلى تيكست في مواقع كتيرة جدا بتعمل الموضوع ده ولكنها بتكون محددة وفي خطة مجانية بتشتغل عليها وبعد كده تتحول إلى خطة مدفوعة النهاردة حكلمك عن استخدام الموضوع ده بشكل مجاني وأنليميتد بالنسبة لي الأوديو اللي انت حتفرغه بيكون أنليميتد هي بلاجينز وحنستخدم كود بايثون وأنا واحدة مش يعني في البروجرامينج أنا ما بعرفش حاجة غير الاشتريميل والسي أس أس كان الأكواد دي أنا حطولك في الوصف أسفل الفيديو وكان مصدر المعلومة كانت قناة أجنبية أعجبت جدا جدا بالفكرة وحاولت أن أنا أبصتها قدر الإمكان في الفيديو ده وباللغة العربية فيالله بينا نشوف النهاردة معنا إيه أول حاجة هنخش على My Drive الدرايف كلنا تقريبا عندنا جوجل أكاونت فأنت طالما عندك جوجل أكاونت يبقى أنت هتقدر تخش على Drive بتاعك بمنتهى البساطة أنت مش محتاج أي حاجة زيادة فحتبطي تخش على حسابك على الجيميل وبعدين تخش على Drive بتاعك ومن Drive بتروح هنا للقائمة المنسادلة هنلاقي طبعا جوجل Docs وجوجل Sheets وجوجل Smites وجوجل Forms والحاجات دي كلها هبتدي أقول Connect More Apps Connect More Apps عشان أجيب من الماركت بليس الحاجة اللي أنا عايز أشتغل عليها النهاردة الخاص بجوجل فبروح هنا لي Search Apps وأبتدي أكتب Colaboratory Colaboratory ده البلغين أو الاكستنشن اللي أنا هنزله وحبتدي أن أنا أستخدمه حبتدي أن أنا أفتحه بالمنظر ده كده وحبتدي أن أنا أعمله install بالجوجل أكاونت بتاعي already اللي على My Drive وكده خلاص بقى موجود عندي Colaboratory حبتدي أروح علشان ألاقيه في المور وخش عليه نبتدي بقى نركز إحنا أول خطوة عملناها إيه؟ نزلنا Google Colaboratory خلاص نزلناه بطريقة سهلة زي ما احنا شفنا دي كانت أول خطوة ويريدك هتكتب في ورقة كده جانبية الخطوات دي نبتدي بقى في الخطوة اللي بعد كده ونكتب تاني خطوة الrun time حبتدي أنزل على change run time type أو يعني هنا أنا هغير run time type أنا هسيب run time type بايثون 3 زي ما هو والhardware accelerator أنت هنا هتغير من الـ CPU الـ Center Processing Unit للـ T4 GPU فتروح كده تختار T4 GPU وبعد كده تقوله save بالمنظر ده يبقى دي تاني خطوة لأول خطوة نزلنا Google Colaboratory نخلنا عليه رحنا للـ Run Time وغيرنا الـ Run Time من الـ CPU لـ T4 GPU هتدي أن أنا أأنسرت الكود بتاعي الخاص بالأداة اللي أنا هتدي أن أستخدمها للتفريغ الصوتي وهي Whisper AI يبقى هنا هنستخدم Whisper AI بشكل unlimited جوه جوجل 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 وابتدي أحط الكود وممكن أنت نفسك شخصياً لو رحت كده لي جيت حق هتلاقي الكود الناس اللي بتفهم في بايسون ممكن أنها تطلع الكود من هنا حيبقى هيبقى قادي الكود اللي أنا خدته أنا بشكل عام الكود ده الخاص به إنستول Whisper AI هحطه لك في الوصفة أسفل الفيديو دي كالتالت حاجة يبقى أول حاجة هرجعتني بالترتيب بقولك أنت نزلت خلاص جوجل كلابوراتوري وبعد كده كابليكيشن وبعد كده عملت ران تايم حولته من السي بيو لتي فور جي بيو وبعد كده ابتديت أن أنا أحط الكود اللي أنا بقول فيه لكلابوراتوري نزل لي Whisper AI اللي هي الأداء اللي أنا هستخدمها علشان أفرغ الصوت أو أحوله من Audio إلى Text بعد كده شايفين العلامة دي هبتدي أعمل ران للأب علشان يحصل له Installation هبتدي كده أصبر عليه الموضوع مش هياخد وقت هيبتدي يحصل له ران أتمنى تكون واسك ألم ورقة كده وبتسجل الحاجات دي بألم ورقة لأنها مهمة جدا وحتفيدك جدا بدل ما تلجأ لي المواقع اللي بتكون Limited وخطة مجانية والكلام ده كله زي ما احنا شايفين حيبتدي هنستنى لحد ما يخلص خالص طبعا Whisper من شركة OpenEye خلاص هو كده أعمل Run حصل InSTool تعالوا بقى علشان نحط الملف اللي إحنا عايزينه هندوس على Files هنا ونعمل Drag and Drop هجرب مرة بالإنجلش وحبتدي مرة أجرب بالعربي هبتدي عمل Drag and Drop بالمنظر ده كده هنا بيقول لي Warning Ensure إن Files Saved في مكان ما لأن أنت بمجرد ما خلاص كده هتخلص السيشن يعني خلاص اللي إنت اشتغلت عليه راح يعني وجد فتحته تاني عشان اشتغل عليه في حاجة تانية هيكون راح فطبعا لازم أسايف وحنشوف مع بعض الكلام ده دلوات خلاص هنا هيبتدي Moon MP3 موجود عندي قادي الملف خلاص نيجي بعد ما خلاص عملنا Drag and Drop للملف فبالتالي هنحط كود عشان نخلي Whisper AI يعمل Run للصوت إلى Text في الحالة دي هدوس على كود بالمنظر ده كده وابتدي أحط الكود اللي قدامي ده الكود ده هيبتدي يفعلي الحاجة اللي أنا عايزيها بقى يحول ال Text يحول Audio إلى Text واخد بالك بقى من الكود ده لأن الكود ده الشخص اللي شرح الفيديو ما أذكرهش الكود ده كانت مشكلة أنا وجهتني وأنا بطبق الكلام ده ولقيت حلها عند حد من اللي بيتابعه أو بيعمل تبه تعليقات هي اللغة إن أنا لازم أحدد اللغة اللي موجودة جوه يا إما حيحصل مشكلة مش هيقدر يدتكت اللانجوش فأنا هنا بقوله إيه هنا بقى حتدي إن أنا أشيل الملف اللي هو your file إنت بتكتب اسم الملف ولازم تقول .a .mp3 .mv .mv لازم واللانجوش لازم تقول إنجليش عربي على حسب الموجود فأنا عندي moon3 ده اللي أنا هشيل your file .mp3 هنا حكتب moon .mp3 وحبتدي أقوله إن اللانجوش اللي بوه إنجليش وحبتدي هنا أعمل run للأمر ده واشوف هل فعلا هياامل extract للتكست اللي موجود جوه الأوديو ولا لأ أيب أنا حطيت الكود ده هحطولك برضو عشان أعمل run للويسبر إنه هو الملف اللي اسم moon .mp3 اللي أنا عملتله drag and drop يحولهولي إلى text حتدي أدوس run وطبعا language إنجليش عشان يعني هشيل إنجليش حط عربي هشيل إنجليش حط فرنش على حسب اللغة الموجودة جوه الأوديو أو الفيديو هنا الموضوع هيتم بسرعة لأن الأوديو ده أوديو صغير مش هيخد وقت زي ما إحنا شايفين أعطوني أهو من الدقيقة من الثانية سفر لحد الثانية خمس ثواني زمون هانجلو وإنزا نايت سكاي الجملة ومن الثانية خمس ثواني لعشر ثواني كذا زي بالظبط كده ما بتشوف على الجنب كده في فيديو واتس يوتيوب مثلا طيب الجميل بقى إيه إن أنت فقط تقدر إن الكلام ده تبتدي إن تحمله شوية شوية وحيبتدي يظهر عندك هنا الرس RT وال TXT فايل هتبتدي إن إنت هنا تعمل download لو أنا رحت للمون .srt الثلاث نقاط دول ممكن أعمل download للفايل بتاعي أو لو أنا عايز أن أزله كTXT أعمل download للفايل بتاعي لأن SRT ده أنا ممكن أرفعه زي ما قلت لكم عشان أحط الترانسكريبشن على الفيديو لو أنا حب لو أنا عايز اخد الكلام ده copy أخذه يعني عايز التكست بس أنا عندي TXT موجود عندي الملف تعالوا بقى نجرب في حاجة بالعربي طبعا تقدر تعمل موضوع ده مع الفيديو ولكن عشان الوقت طبعا هيخد وقت كبير جدا تعالوا كده نجرب مع حاجة باللغة العربية مش هتج بقى تاني خالص ان انا اعمل انستول لما اجي استخدم مرة تانية استخدم وقفله وافتحه واستخدم مرة تانية هعمل الكلام ده لكن خلاص انا هنا طالما نزلت وخلاص بعد كده هبتدي ان انا عامل ايه هبتدي ان انا اروح اعمل drag and drop لحاجة تانية ايدي drag and drop لحاجة تانية تست اوديو ده ده ملف بالعربي تمام ملف صوت باللغة العربية حاجة كده ايه صغيرة حوالي عشر ثواني تمام وبعد كده هبتدي اروح هنا هحط الكود ده كده هاخده كده copy ctrl c وابتدي ان انا اخده هنا ctrl v بس هنا هشيل الانجليش وحط Arabic وهنا هشيل moon mp3 وحط test وخد ده لك انت تكتب انك تكتب صح test audio لان ده code مش هيشتغل معاك الا لو هو صح one dot mp3 اهو ادي الاسم بالإكستنشن ولازم الاسم بالإكستنشن وحبتدي بعد كده قوله ايه حبتدي بعد كده قوله run نفذ حيبتدي بقى detect language عربي وحيبتدي بقى كده اعمل extract زي ما احنا شايفين هو صغير حوالي 9 ثواني فبيقول لي هنا من 0 ثانية ل5 ثواني تمسك بالأشياء الصغيرة التي تطفي على النفس بهجة فهي التي تساعدك على تحمل أعباء الحياة من 5 ثواني ل9 ثواني وهكذا بقى تخيل طبعا كل مكان الملف الصوتي كبير هياخد منك وقت ولكن زي ما انت شايف الموضوع ازاي منظم نفس الموضوع هتستنى لحد ما يبتدي يظهر عندك هنا بالنسبة للتست audio 1.mp3 هيا الملفات بتاعة SRT وTXT وتقف عند التلات نقطة وتبتدي تحمل الملفين دول بمنتهى البساطة لما هتيجي تاني تخش مرة تانية كأنك بتخش الأول مرة هترجع تاني تاخد الكود ده وتبتدي ان انت تعمل الوسبر AI وتبتدي تستخدمهم كل مرة لما تحب ان انت تعمل تفريغ صوتي ل audio او فيديو الى تكست اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة انا عارف ان هو ممكن يكون تقيل شوية لكن ده ما يمنعش ان الموضوع سهل قوي ان انا ممكن ان انا باستخدام التوكود دول خلاص انا عرفت ازاي بيشتغل اقدر انتو هتستفيدوا من الفيديوهات الموجودة على القناة لفوا لفة كده في الفيديوهات وان شاء الله هتحوز على اعجابكم ومتابعينا الاعزاء متنسوش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته